اهلا ومرحبا بكم مشاهدين عبر شاشة الجزيرة مباشر في هذه النافذة واللقاء من مدينة جنين ونتواجد تحديدا في مخيم جنين وهذا اللقاء مع عالة الأسير الفتى هاني أبورميلي 17 عاما والمعتقل في سجون الاحتلال منذ قرابة شهر ونصف قبل أيام قليلة تعرض الأسير هاني للاعتداء من قبل السجنين في معتقل الجلمة وهو أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية عندما تعرض لأعراض صحية وطلب نقله للعلاج لكن السجنون تعاملوا معه بالضرب ما أدى إلى صابته بجروح وكذلك بنزيف تحدث حول هذا الأمر مع عائلة الأسير اليوم والد الأسير السيد عطى أبورميلي يعطيك العافية سيد عطى لو تحكي لنا يعني الوضع اللي اتعرض له ابنك هاني وأين هو حاليا يعني مساء الخير لكم ولكم المشاهدي قناة الجزيرة وكل احترام لكم لهذا الاهتمام بقضية الأسرة طبعا يعني ابن هاني تم اعتقاله قبل حوال 40 يوم تبين لاحقا أنه موجود في معسكرة التحقيق الجلمة في حيفا تفاجأنا من وسائل الإعلام أنه هو مصاب مصاب بإصابة قبل حوالي تقريبا سنة الاحتلال قام بهدم بيت لأسير أحمد القنب وعنا بجنين فتعرض لإصابة بإطلاق عيار ناري والرصاصة يعني ما زاد في إجراء ويعاني منها بشكل مستمر وما يغدروش يكموها من قبل الأثر على العصاب فبالتالي يبدو أنه تعب في داخل المراكس التحقيق أثناء التعذيب كذا إلى آخر يحاول يطلب هو بالزنزاني أنه يعني يدوه يدوه وبلش يعني يحكي مع السجنين أنه إحنا بدنا يعني بده يعني يتعالج فطبعا هذا الاحتلال الاحتلال فدخلوا عليه على الزنزاني بلشوا فيه ضرب يكونوا مكسرين وطايح الدم من رأس وكذا إلى آخر ومباشرة راح نتوجهها لطبعا مؤسسات الأسرة لوزارة الأسرة لنادي الأسير للصليب الأحمر عساسين موده محامي من شأن نطمئن عليه لكن الأسف لحديث الآن لم يزوره محامي يطمئن عليه طبعا تصريح ممنوع نزوره من ناحية أمنية من قبل الاحتلال ولحديث الآن يعني تم نقله ما بعد شهر من مركز التحقيق في الجنمي في حيفا إلى سجن مجده وتوجهنا الصليب كما مرة عساس إذا فيه كان لزيارة طبعا أنا مرفوض أمنيا إنه أزور والدته سجلت والحديث الآن لم يتم إعطاها تصريح بعملية الزيارة نحن نتحدث اليوم عن انتهاك بحق أسير فتى يعني هو دون سن القانوني 18 عاما لكن يعني نتحدث عن انتهاك واضح ضرب من قبل السجنين على شخص أسير ومعتقل طالب بالعلاج لم يطالب أكثر من ذلك طبعا هو عمر 17 سنة إحنا يعني هذا قدرنا إحنا ناس مؤمنين بالله وهذا قدرنا وإحنا قدرنا نواجه هذا الاحتلال والاحتلال منتقم مننا ومنتقم من شعبنا يعني هاي مش يعني إشي غريب على هذا الاحتلال المجرم يعني هاي الأسرى الأبطال قيادات الانتفاض وقيادات كتاب شهادة الأقصى وكل الفصائل كمال أبو عر ياسر الحمدوني إسام أبو دياك فادي الدربة هناك يعني تم قتلهم إعدام طبي وليس أهمال طبي وإحنا قدرنا وطبعا قدمنا الثمن وإحنا رح نواصل تقديم هذا الثمن وإحنا زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منسكنا بيت المجرس وأكثر بيته سيظلوا في رباطن حتى يوم الدين إحنا والاحتلال كل الغزاء رحلوا وهذول الصهايني كدما أجرم وكدما كل العالم كعبة آمر على شعبنا الفلسطيني لكن إحنا من اعتمد على إرادتنا إرادة شعبنا وإيماننا بالله بإذن الله سننتصر إن شاء الله سيد عطى عندما وصلكم هذا الخبر سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر مصادر حقوقية كيف كان وقع هذا الخبر عليكم كوالد للأسير وكوالدي أيضا وكبقية أفراد العائلة عموما طبعا أكيد والد يريد أن يرى ابنه متعرف لموقف زي هيك أكيد يريد أن يكون موقف صعب موقف محزن لكن الحمد لله رب العالمين قدمنا شهداء أنا سجنت عشر سنين وإحنا يعني متعودين متعودين على الحالة هاي ولازم يعني وإحنا يعني ابن زي أي أي فلسطيني يعني مبارح شاب يعني شاب طفل صغير عمر 13 سنة يبنوا مغير قتلوا الاحتلال فبالتالي إحنا يعني معتمدين على الله معتمدين على شعبنا وإحنا هاي القضايا مش راح تهزنا يعني كسروا يضربوا ويستشهد إيش بد يصير زينا زي أي أسرة فلسطينية زي أي بني آدم فلسطيني يجب أن يقدم وإحنا بإذن الله كل هاي الطفحيات مش رايح تروح سدى الشهداء والأسرة هم بوصلت الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وإن شاء الله نقلب نصرنا في أقرب قد يا رب لو تحدثنا أيضا أكثر سيد عطا عني يعني هل تابعتم الموضوع حقوقيا مع بعض المؤسسات الحقوقية هل حاولتم الاطمئنان أو وصول لأخبار تطمئنكم ربما في ظل انقطاع الزيارة وعدم السماح لكم بالزيارة لغاية الآن يعني عفوا أنا بجزء أخرج عن نصر شوية يعني نحن صحيح في مؤسسات دولية في حقوق الإنسان وفي صليب أحمر وفي مش عارف مين بس هذا إذا فيه يهودي موجود عند الفلسطينية ولا عند أبصر مين بتلاكي كل العالم موقف الأمم المتحدة كل العالم موقف وكل أقوال حقوق الإنسان لو حيوان يصير معه إشي فيه بصير جمعيات حقوق الإنسان والجنائية الدولية ومش عارف مين واحنا نتوجهنا وسيادة رأيس توجه للجنائية الدولية لكن هل حد يعني يستجيب لهذا الحكي طبعا لا إحنا كل العالم متآمر وهذه الجان إحنا نعتبرها بتتعامل مع وكالات مخابرات دولية لن تكون إلى جانب شعبنا الفلسطين إحنا خاطبنا الصليب وخاطبنا كل المؤسسات لكن للأسف إحنا عارفين وإن تجربة مش راحين يقوموا بهذا الواجب مش راحين نقوم بالواجب إحنا نعتمد لا نعتمد على كل هذه المؤسسات وجربناها مهر الأخرص يعني قاعد أكثر من مئة يوم من مئة يوم نترجى بالصليب وغير المؤسسات الحقية لبعد سبعين ثمانين أبصرية تسعين يوم تاراحوا ودوا محامي ودوا محامي بس تشوفوا والصليب الأحمر يعني يطمئن يقول وضعه صعب بس وضعه صعب يعني نحن رسالة معنوية إحنا مدركين هاي المسألة على هذا الساس أنا بأكد إحنا لن نعتمد إلا على الله أولا وعلى أراد شعبنا الفلسطين فقط طب يعني واضح كلامك سيد عطا ولكن أيضا نحن نحن نحكي عن طفل أيضا أو فتى بعمر 17 سنة معتقل وأنتم كعائلة يعني كيف بتتعايش مع موضوع اتقال طفل من أطفالكم أيضا ربما يتعرض لتحقيق معين ربما يتعرض لضغط نفسي على الأقل ما يقال يعني داخل معتقلات الاحتلال كنت تتعايش مع هذا الوضع أيضا كعائلة لفتى معتقل يعني أكيد الأسرة يعني تعيش يعني في حالة قلق عليه بتحاول تطمئن عليه بتحاول يعني يكون في زيارة وإن شاء الله بيكون في زيارة ونرغم أننا مش متفاعلين أنه اليهود والاحتلال يسمح أننا نزور وفي النهاية صعي يعني نحن في الإنسان مشاعر الإنسان مشاعر وهذا ابن وطفل صغير لأنني قلت لك سنة الحياة تعودنا وشوفنا بحياتنا كثير ويعني يعني إحنا منحاول من خلال إن شاء الله أنه الله بيهدي هاي المؤسسات وعلى الأقل يعني محامي يزوره يطمئن عليه وشوفوا أنه وضعه منيح مش منيح الإصابة تبعته إيش وضعها الشغلاء زي هاي إذا قدرنا قدرنا ما قدرنا إحنا زي ما قلت لك مسلمين أمرنا لأ الله وفي النهاية إحنا الأطفال عندنا رجال و الله معاهم وإن شاء الله أنه الله بفرج عنه عن كل أسرانة في سجون الاحتلال سالمين غنمين بإذن الله إن شاء الله سؤال الأخير السيد عطا يعني هل كان لكم أي تواصل مع مؤسسة هيئة شؤون الأسرة كونها يعني أرسلت أحد المحامل وهو من نقل هذه الرواية ربما وشاهد ابنكم داخل المعتقل هل كان لكم أي تواصل أو هل تواصلتكم أي معلومات من قبل هالمؤسسات للأسف إحنا تواصلنا مع وزارة الأسرة وكل الاحترام يعني لوزارة الأسرة واللي على رأسها أسير محرر قدر أبو بكر شاب تعيشنا معاه في السجون ومن أفضل الشباب اللي قدموا في الوطن لكن لحديث الآن الاحتلال لم يسمح لأي محامي حتى الآن بزيارة هذا يعني ابن هاني وإن شاء الله أنه يعني ما تعرف يعني هذا يهود احتلال إحنا هم حاولوا وربنا الله حاول يعني ونادر أسير حاول وقاعدين بيحاولوا إن شاء الله نبصلوا ومنطمئن عليه وإحنا يعني زي ما قلت لك مسلمين بأمر الله وإحنا يعني الاحتلال بيحاول يوصل الرسائل إنا إنا نحبط ونيأس وخلص ما بطل نقاوم لا حتى لو ابني بستاشر داخل السجن إحنا مش راحين إحنا راحين نستمر بحمل الأماني ورفع الرأي والمسيرة بستمر مسيرة هاي مسيرة شهدة ومسيرة أسرة وإحنا لن نتنازل عن أي ذر التراب من فلسطين من الناهر إلى البحر الاحتلال بحاول إحبطنا نحن لن ننحبط إحنا راحين نستمر يستشهدوا الأولاد يموتوا الأولاد ما يستشهدوش هاي رسالة يجب أن نحافظ عليها ونستمر بها حتى الحرية والاستقلال بإذن الله شكرا جزيلا لك سيد عطاء برميل هاني أبرميل المعتقل ما زال لغاية الآن منذ شهر ونصف في معتقلات الاحتلال ما يعاني منه الفتى أبرميل هناك أيضا يعاني منه قرابة 150 معتقل فلسطيني هم من ضمن فئات الأطفال الأسرة داخل سجون الاحتلال هناك تكررت حوادث الاعتداء على هؤلاء الأطفال يتعرضون لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي من قبل قوات الاحتلال وقبل المحققين أيضا نشكر لكم طيبة المتابعة ومشاهدين ودومتم بأمان الله اشتركوا في القناة